الحمد لله عليكم ورحمته وبركاته السادة المشاهدون الكرام نعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من اتقاه وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن استعان به أعانه وقواه وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه إلى أن نلقى الله وبعد أيها المشاهدون الكرام حياكم الله جميعا نحن في هذه الدنيا وفي هذه الآونة يعيش بعض من الناس في حالة من الصخب ويرى أن الحياة كلها أصبحت عناء ومشقة وإذا به يصل بهذه الدرجة إلى أنه يرى أن الدنيا لا خير فيها بعد الآن وأن الخير قد انتهى من الناس وأن هذه الحياة أصبحت ضيقة على أهلها وأصبح الوضع متعسرا لا نهاية لما يعيشه الناس غير أن الواقع والحقيقة التي يجب أن يفطن إليها كل ذو عقل سليم أو كل ذي عقل سليم والتي تعلمناها من كلام رب العالمين تبارك وتعالى ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم أن العبد يعيش في هذه الدنيا بين النعمة والبلية فالله تبارك وتعالى ينعم على عبده بكثير من النعم ليرى شكرة وكذلك يختبره بالبلايا والامتحانات والاختبارات ليرى صبرة فما بين شكر لله على النعم وصبر على البلاء والشاكر والصابر في الجنة حينما يعيش الإنسان أمدا طويلا في نعمة الله تبارك وتعالى يألف النعمة وحينما يألف النعمة فإن هذه الألفة تذهب حلاوتها إلا من رحم ربي فالله تبارك وتعالى يبتلي عبده فيسلبه هذه النعم ليرى وليعلمه قدر نعم ربه تبارك وتعالى عليه ليعلم العبد أنه لا قدرة له في الدنيا إلا فيما أراده الله وأنه لن يستطيع أن يحصل على شيء أن يحقق أمرا إلا ما أراده الله فإذا علم العبد هذه الحقيقة ورضي بقضاء الله تبارك وتعالى وشكر ربه على ما ابتلاه به وسلم لله في القضاء فإذا ما رفع العبد يده إلى ربه بالدعاء وسمعه ربه وهو يكسر على الله من الثناء تجلى عليه ربه تبارك وتعالى فوهبه حسن السواب هكذا الحياة بين نعمة وبلية بين خير وشر وهذه الدنيا ما خلقنا فيها للراحة وإنما خلقنا للعمل والجد والاجتهاد لقد خلقنا الإنسان في كبد غير أن المسلم الحق يرى الخير في كل أمر حينما يكرمه ربه بكثير من النعم أو بنعمة من النعم يعلم أن هذه النعمة فضل وتكرم ومنحة من الله تبارك وتعالى تستوجب من العبد أن يشكر ربه على هذه النعمة فيلجأ إلى ربه بالشكر هكذا المؤمن الحق كما تعلمنا من نبي الله سليمان عليه السلام حينما أعطاه الله ما أعطاه من الملك وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فلما رأى ملك ربه عليه علم أن الله قد ملكه فتوجه إلى ربه بالشكر قائلا هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وكذلك في الجانب الآخر يبتل العبد ليصبر ليمتحن الله صبره ليمتحن الله صبره في قضائه وكيف يقابل العبد قضاء الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فالله تبارك وتعالى يرمي الأقدار على العباد ليعطي هذا أجر وليرفع هذا قدر وليختبر كل فيما أعطاه وكلنا معرض لقدر الله فإن أنعم الله عليك بالخير فاشكر ربك على ما أعطاك ومنحك إياه وإن ابتليت بأمر من قضاء الله فاصبر لما قضاه الله عليك فإنه خير لك عند ربك وفي كل حال يعيش الإنسان حالة من الأمل والتفاؤل وينشر البهجة والسرور في كل موضع يوضع فيه وفي كل قطر يحل فيه أو ينزل وهذا الذي تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنعلم أيها الأحبة بأن الأمل هو شعاع النور شعاع النور شعاع في وسط ظلام دامس ترى هذا الشعاع يخبرك بأن الخير قادم وبأن المستقبل أفضل وبأن ما سيأتي كله خير من الله تبارك وتعالى فالأمل هو أن ترى الخير في كل أمر قادم وأن ترى اليسرى في الصعب رغم أن الواقع ينص على خلاف ذلك هذا ثقة فيما عند الله تبارك وتعالى ورضاء بأمر الله تبارك وتعالى ويقينا بأن كل ما كتبه الله لك إنما هو خير لك غير أن الأمل أملان أمل محمود وأمل نذموم أمل في اتجاه إيجابي يحمل الخير ويدفع المرأة إلى كل أمر فيه نفع لدينه ولنفسه ولوطنه ولكل من حوله وهناك أمل مزموم يشغل الإنسان عن الخير ويجعله يجري وراء الشهوات والنزوات لو نظرنا إلى القرآن الكريم نجد أن الأمل ذكر في موضعي موضع ذكر فيه الأمل المحمود وموضع ذكر فيه الأمل المزموم الله تبارك وتعالى يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل أمل نحمود يدفع الإنسان إلى الخير يجعل صاحبه يحرص على كل خير ونفع للمرء في دينه أولا وفي دنياه وفي حياته بما لا يتعارض مع الدين ثم هناك أمل مزموم يشغل الإنسان بدنياه ويجعله يجري ويلهس وراء المناصب والكراسي والشهوات والنزوات ويغفل عن طاعة ربه تبارك وتعالى وينسى ويتناسى الآخرة قال الله ذرهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل يشغلهم الأمل عن طاعة رب العالمين تبارك وتعالى وفي النهاية فسوف يعلمون أنهم كانوا في ضلال وأنهم كانوا على خطأ حينما جروا وراء الشهوات وتأملوا في الدنيا الفانية وتناسوا الآخرة الباقية يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إن أخوة فما أخاف عليكم اثنان سيدنا علي ببوان الله عليه يقول إيه إن أخوة فما أخاف عليكم اثنان أمران يخشى علينا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما لماذا يا إمام لأنهما يشغلان الإنسان ويصرفانه عن الحق وعن الرشادي وعن الصواب إن أخوة فما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الأمل فأما اتباع الهوى فيصد صاحبه عن الحق تخبره بالحق وترشده إليه فيكابر ويتعاظم ويجادل وينصرف عن الحق وأما طول الأمل فينسي الآخرة يظل الإنسان منشغلا في دنياه فينسى الآخرة وينسى ما لها من عمل واجب عليه يجب عليه أن يمتثل له ليصل إلى هذا الأجر والسواب فإذا به ينسى الآخرة وما عليه من واجبات تجاه دينه وتجاه نفسه وتجاه أهله ووطنه ومجتمعه ويتناسى كل ذلك آملا في الدنيا الفانية جريا وراء الشهوات والنزوات ليس هناك من ضرر أن الإنسان يأمل فكلنا له أمل فحينما كنت صغيرا كان أبي يؤمل أن أصير في الناس كبيرا فلما صرت في الناس كبيرا كنت أأمل أن أدخل الإبتدائية دخلت الإبتدائية ونجحت وتفوقت وخرجت منها كنت أأمل أن أدخل الإعدادية دخلتها وانتهيت منها وكان عندي أمل أن أدخل السنوية وهكذا وهكذا فكلما يصل الإنسان إلى مرتبة ويحقق أملا تتطلع نفسه إلى ما هو أعلى يتمنى الزوجة فيرزقه الله بالزوجة فيتمنى الوالد فيرزق الوالد فيتمنى المال فيرزق المال فيتمنى مع المال والعيال الصحة فيرزق الصحة فيتمنى مع المال والعيال والصحة الجاه وهكذا كلما وصل الإنسان إلى درجة تمنى واشتاقت وتاقت نفسه إلى ما هو أزمة وفي ذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه لخادمه وكان سيدنا عمر عنده خادم قبل أن يتولى الخلافة أعطى لخادمه خمسمائة درهم وقال لخادمه اذهب إلى السوق واتني بثوب من القطن أعطاه خمسمائة درهم وقال له اذهب إلى السوق واتني بثوب من القطن ذهب الخادم امتسالا لأمر مولاه واشترى ثوبا من القطن بخمسمائة درهم وجاء بالثوب إلى سيدنا عمر خامس الخلفاء الراشدين في المعروف عند الناس وخامس الخلفاء الراشدين حقيقة سيدنا الحسن بن علي رضوان الله عليهما فإذا بسيدنا عمر يمسك الثوب ويتحسسه ويقول ما أجمله أو ما أحسنه لو لا خشونة فيه ثوب بخمسمائة درهم ومن القط ويتحسسه سيدنا عمر ويقول ما أحسنه لو لا خشونة فيه فلما تولى الخلافة وأصبح أميرا للمؤمنين أعطى خادمه خمسة دراهم وقال له اذهب إلى السوق وأتني بثوب من الصوف ولا تزد على خمسة دراهم فيذهب الخادم إلى السوق ويأتي إلى سيدنا عمر بثوب من الصوف بخمسة دراهم فيمسكه سيدنا عمر ويتحسسه ويقول ما أحسنه لو لا نعومة فيه فيتعجب الخادم يا أمير المؤمنين كنت آتيك بالثوب من القطن فتتحسسه وتقول ما أجماله وما أحسنه لو لا خشونة فيه وهذا الثوب خشن من الصوف تقول ما أحسنه لو لا نعومة فيه قال يا هذا إن لي نفسا تواقه كلما نالت هدفا أو كلما نالت شيئا سمت إلى ما هو أعلى وقد نلت الخلافة أو فلما نلت الخلافة وهي أسمى ما في الدنيا تاقت نفسي إلى الجنة والجنة لا تنال إلا بهذا دعونا مع هذه الكصة لحظات سيدنا عمر قبل أن يتولى الخلافة كان له عطر لا يصنع إلا له فإذا شم العطر من بعيد يعلم أن القادم عمر بن عبد العزيز وكان مدلل حتى كان له مشية من جمال مشيته كان النساء يقلدنه فيها فلما كان الأمر هكذا وأرسل خادمه إلى السوق ليشتري له ثوبا أعطاه خمسمائة درهم وأمره بأن يأتيه بثوب من القفل جاءه الغلاب أو جاءه الخادم بهذا الثوب فإذا بسيدنا عمر يقول إيه ما أحسنه لولا خشونة فيه فلما تولى الخلافة وصل إلى أسمى شيء في الدنيا إمارة المسلمين ليس بعد ذلك من خير يرجى أو هدف يؤمل فيه في الدنيا فإذا به وبنفسه تتشوق إلى ما هو أعلى من ذلك فتشتاق نفسه إلى الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها تشتاق نفسه إلى الجنة فيعمل لما يوصله إلى هذا الهدف يقول إن لنفسا تواقه كلما نالت شيئا حينما جاءه خادمه بالثوب الذي هو سمنه خمسة دراهم وهو من الصوف الخاشن ورآه سيدنا عمر ناعم لماذا؟ لأن له هدف يريد أن يصل إليه له غاية يريد أن يحققها وحينما سار تجاه هدفه وخطى خطوات نحو أمله أخذ من الأسباب ما يوصله إلى هذا الهدف إن لنفسا تواقه كلما نالت شيئا سمت إلى ما هو أعلى فلما نلت الخلافة تاقت نفسي إلى الجنة والجنة لا تنال إلا بهذا يعلمنا سيدنا عمر أن الإنسان له آمال في الدنيا وهذه الآمال إن كانت خيرا للمرء في دينه ودنياه فهو أمل محمود أما إن كان أمل في الدنيا تجاه الشهوات والنزوات والمعاصي والمحرمات والمنكرات فهو أمل مذموم غير أن الإنسان حينما يؤمل في الدنيا لا بد أن يتوكل على ربه حسن التوكل وأن يأخذ من الأسباب ما يوصله إلى هذا السبب أو إلى هذا الهدف ولو نظرنا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم نجد أنه يرشدنا إلى أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن نعلم بأن ما عند الله هو خير وأن المرأة عند ظنه بربه فإن ظن بربه خيرا كان له الخير وإن ظن بربه غير ذلك كان له ما ظن به ولذلك فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى يقول الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فإن كان خيرا فله وإن كان شرا فله فعلينا أولا أن نحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن نسعى إلى أهدافنا التي تحمل الخير وتحمل النفع للإنسان ولمجتمعه بأكمله ولكل من حوله وللدين أولا ولوطنه لابد أن نأخذ من الأسباب ما توصلنا إلى هذه الأهداف نأخذ سؤال السؤال علي السلام عليكم نحوه عليكم كنت عادة سأل سؤال السؤال أتفضل أستاذنا هي بالنسبة لأسباب التساعد وهي علامة أستاذنك ارفع صوت شوي هي أسباب التساعد أسباب التساعد هي أسباب التساعد وعلاجه نعم أجيبك بإذن الله في أي سألة تاني؟ تمام هذا أمر كنا سنتطرق إليه ولكن أخذه الآن الأمل والتفاعل قلنا بأنه منهج إسلامي رباني أرشدنا إليه رب العالمين تبارك وتعالى وربانا عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في شهر الله المحرم وكلما جاء هذا الشهر ذكرنا ذلك بذكرى هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وذكرى هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعبر التي يجب علينا أن نقف عندها وأن نتعلم منها وأن نأخذ من هذه الدروس ما يوصلنا إلى رضوان رب العالمين تبارك وتعالى والتخلق بأخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن هذه الدروس وهذه العبر علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الأمل والتفاؤل فإذا به يخرج من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة وقد أحضر المشركون دمه ويخططون لقتله وجعلوا قيمة مالية عظيمة لمن يقتل الحبيب صلى الله عليه وسلم وإذا بفرسان المشركين يخرجون بحثا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يحقق للمشركين غايتهم ليحصلوا على هذه العطايا وحينما دخل الغار صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار الحبيب صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه والمشركون حول الغار يقول له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمه أن المؤمن الحق دائما متفائلا آملا فيما عند ربه واسقا في عطاء الله ونصره يا أبا بكر لا تحزن ما ظنك بإثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا أما عن أسباب التفاؤل ودحض اليأس والإياس من روح الله تبارك وتعالى والقنوط من رحمة الله أولا الثقة فيما عند الله تبارك وتعالى لو أنك وثقت فيما عند ربك ستعلم بأن كل أمر يأتي عليك هو من فضل الله أو هو من قدر الله تبارك وتعالى معنا اتصال شوز إيمان السلام عليكم ورد الشيخ معي أفندم فهنا سنحن بحضرتك فضالي أنا ممكن أفهم مع أعراض السحر نعم أعراض السحر أعراض السحر ولما أمرتقيا بتحلمني كل أول شهر أنه في عمل ما يتجددني بالرحلة يا أستاذ المان علشان أسمع بس نعم وحدة وحدة في الكلام أنا أمرتقيا كل أول شهر بتحلمني حلمي أنه العمل ما يتجدد طيب أجيبك بإذن الله فأما عن أسباب التفاؤل فقلنا بأنها السقة فيما عند الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله أنا عنده ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء فإن كان خيرا أو فإن ظن خيرا فله الخير وإن ظن غير ذلك فله غير ذلك فأولا سقة فيما عند الله وحسن ظن بالله وتوكل على الله ثم العمل والاجتهاد حتى تصل إلى الهدف لأنه الأمل والتوكل أمران متلاصقان لا يصح أن يقعد الإنسان في بيته ويقول سيأتيني رزقي هو عنده أمل بأن الله سيرزقه بأن الله سيوسع عليه بأن الله سيكرمه وغير ذلك ولكنه على خلاف ذلك يقول الله سيرسل إلي الرزق الله سيتولاني هذا تواكل مزموم لا يقعدن أحدكم في بيته ويقول سيأتيني رزقي ولكن فإذا قضيتم الصلاة أو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا فثقة فيما عند الله وعلم بأن قضاء الله كله خير يدفعك إلى حسن الأمل والتفاؤل والأمل والتفاؤل يدفعك إلى العمل والجد والاجتهاد حينما يبتل الإنسان بالمرض عفانا الله وإياكم ويذهب إلى الطبيب يصف إليه الطبيب بعضا من العلاج هذا العلاج أو هذا الدواء فيه مرارة ومع ذلك يتجرعه الإنسان آملا في الشفاء فهذه هو الأخذ بالأسباب أما عن السؤال الثاني إعراض السحر إعراض السحر إعراض كثيرة قد يرى الإنسان في نومه أحلاما مفزعة أو حيوانات مفترسة أو غير ذلك كأن يرى سعبانا أو حية أو كلبا أعزكم الله إلى غير ذلك وكذلك من أعراض السحر أيضا كسرة التثاؤب وربما هذا من أعراض الحسد أيضا شعور بالألم في البطن ألم شديد في البطن أو ألم في الظهر وغير ذلك صداع صداع مستمر هذه أعراض طبية تأتي عن طريق السحر وغير ذلك من الأعراض أما عن الرؤية فهي ثلاث إما أنها رؤية من الله تبارك وتعالى وهذه تأتي بالخير وإما أنها حلم وهذا من الشيطان وإما أنها أمر من هواجس النفس فحينما ينام الإنسان على طهارة وقد أدى ما افترضه الله عليه وتقرب إلى ربه بكثير من النوافل ونام ليلته هادئا مطمئن البالي ورأى في منامه أمرا فهذه رؤية وخاصة إذا كانت في وقت السحر أو قبل الفجر بقليل أو بعده بقليل فهذه رؤية من الله وهي دائما تحمل الخير لصاحبها أو لمن رؤت له أما عن الحلم أو الحلم فحينما يكون الإنسان منغمسا في الشهوات والنزوات والمحرمات يأتيه الشيطان في أحلامه ببعض من الأمور فهذا حلم من الشيطان ثم الأمر السالس حينما يكون الإنسان مشغولا قلبه بأمر من الأمور ويفكر فيه كثيرا وينام فيرى هذا الأمر في منامه فهذا أمر من هواجس النفس أم لاه عليه عقله الباطن أو هو أمر من داخله نتيجة كثرة تفكيره أو انشغاله بهذا الأمر فإذا ما قام العبد وقد رأى رؤيا فإن رأى فيها الخير أو ظن في ملمحها الخير يستبشر بذلك ويقوم فيحمد ربه ويتوضأ ويصلي لله ركعتين ثم يخبر بها من يحب في الله ويرى أنه من أهل الطاعة أما إن كانت على خلاف ذلك مفزعة أو فيها أمر مؤلم أو غير ذلك فإن الإنسان حينما يستيقظ من نومه يدفل على يساره سلاسا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتحدث بهذا الأمر مخافة أن يقع فهو تيسير من الله عليه إن كتمه ولم يتحدث به أو ولم يخبر به أحدا فإن الله سيصرفه عنه بإذن الله تبارك وتعالى السحر ربما شاع في بعض من الأماكن أو في زمن من الأزمنة هذا الأمر عفانا الله وإياكم من ذلك وهو أمر حذرت منه الشريعة الإسلامية ونهانا عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم بل هو من الكبائر التي حذرنا منها الإسلام فمن الكبائر السحر والإشراك بالله تبارك وتعالى واليأس من رحمة الله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله كل هذه الأمور من الكبائر أمور حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحمله في النفس من الضغائن والمصائب والشرور والآلام غير أن المسلم دائما يكون متفائلا ويتوكل على ربه تبارك وتعالى وإن شعر بعرض من أعراض السحر وجب عليه أن يذهب إلى رجل أو إلى رجل يعرف عنه الصلاح يعالج بالقرآن الكريم وبسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا يجري خلف المشعوذين أو ما شابه ذلك من السحرة الذين يستخدمون طرقا غير مشروعة في هذه الأمور من أسباب التفاؤل قلنا السقة بالله تبارك وتعالى والتوكل على الله سبحانه وتعالى ويظهر ذلك في حياة المسلم المؤمن الحق دائما متفائل هذا ما تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا أبي هريرة رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن كان يحب الأمل المحمود كان يحب التفاؤل وكان صلى الله عليه وسلم يبغض التشاؤم والطيرة وما يخالف أو ما شابه ذلك ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون دائما مبشرين وأن نحمل البشر والبحجة وأن ننشر السرور في كل مكان وفي كل موضع وفي كل حديث وفي كل عمل لذلك تجد المسلم دائما مبتسما متفائلا فالبسمة دليل الأمل والحبيب صلى الله عليه وسلم ما رؤى إلا متبسما معنا ترفون أستاذ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أنا مكان من بحر الأحمر يا أهلا وسهلا أحسن ناس أهل بار الأحمر كلهم يا برسيكا ماشي الله أحمر معي السؤال والله يعني إيه التفاول والتشاوم نعم مفضل الفرق بين التفاول التفاول يعني يجي لك يعني عاجب بالتفاول وفي البارك يجي لك إيه عاجب بالتشاوم تتشاوم على طول وفي البارك بشي فهم نعم حشتك على ذلك بكرة ما فيش حاجة بكرة كذا كذا بالكسل وكذا ربنا يحفظ حضرتك ويجي عليك دائما من متفاولين إن شاء الله نبين الأمر بإذن الله أعجب أزاكم الله خير الأمل من الله تبارك وتعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أمرنا أن نكون دائما مبشرين فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل سيدنا معاد بن جبل رضوان الله عليه إلى اليمن فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا هكذا تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم أن الحياة دار كبد وتعب ومشقة وعناء هي كما وصفها الإمام علي ورضوان الله عليه أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء يبتديها الإنسان بالبكاء وينتهي ويخرج من الدنيا بالفناء وما بين البكاء والفناء يعاني أو يعيش حالة في الدنيا من العناء غير أن هذا لا يمنع الإنسان أن يكون متفائلا واليأس من الشيطان علينا أن نكون دائما متفائلين مستبشرين برحمة الله تبارك وتعالى وأن لا نترك مجالا للشيطان ليفتح لنا باب اليأس والقنوط من رحمة الله علمنا الله وإياكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا سبت يا رب عن الحق أقدامنا اجعلنا يا ربنا دائما من المستبشرين برحمتك المبشرين بفضلك وعطائك ومنك وكرمك ومنحك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المثلمين وجنب بلادنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك مصير هذا والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم منه الهداية وبه التوفيق وأصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته